ولذلك نقول بأن هؤلاء الذين ينادون بأن يكون التدين شأنا فرديا بين العبد وربه هم في ذاتهم يوثلون أيدولوجية يعني ليسوا محايدين هذه الأيدولوجية تقوم على فكرة مركزية الإنسان وثانوية الإله يعني الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا دوره في الحياة دور ثانوي هو حبيث المسجد أو المعبد وهما يعبرون عنه بقولهم دعم لقيصر لقيصر وما لله لله أو يعبرون بقولهم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين أو يعبرون بقولهم الدين لله والوطن للجميع ويريدون بذلك معاني فاسدة ولذلك الإنسان الذي يقول بأن أنا أحترم الإسلام لكن لا تدخل له في الدولة والسياسة هو بمنزلة من يقول أنا أحترم الشيوعية لكن لا تدخل لها في الاقتصاد طيب الشيوعية أصلا منظروها وكاتبوها إنها فكرة تدور حول الصراح الطبقي والقضية الاقتصادية وشيوعية الأموال والحد من الملكية الفردية والغاء الإرث وما إلى ذلك من الأمور المعلومة أو يصبح الكلام ساقط لأنه هو يجمع الشيء وغده نعم لأنك تجمع بين الشيء وضده كيف تقول أنا أحترم الإسلام ثم بعد ذلك تنكر طائفة عريضة من أحكام الإسلام